حالة أو بموضوع بيكون ملاحظ عند بعض الأطفال خاصة الأطفال الحديثي الولادة وهو زيادة العرق عند الأطفال يعني أطفال بتعرق كتير في الشهور الأولى كده الأطفال في الشهور الأولى من عمرهم بيكون عندهم عدم انتظام في نشاط الغدد العرقية دي حقيقة طبية ده مش مرض فاهمين قصدي؟ الأطفال في الشهور الأولى ما بيكونش عندهم انتظام في أداء وعمل وظائف الغدد الدرقية وده نتيجة اضطراب إفراز مادة اسمها الأميثايل كولين بتتضبط بقى الأمور دي بعد سنة تمام؟ المادة دي بتكون مسؤولة عن نشاط الغدد العرقية وزي ما قلتلكم بيكون فيها مشكلة في عدم الانتظام عند بعض الأطفال وأطفال تانية لا فتلقوا أطفال ما تعرقش خالص يعني ما بيكونش عندهم مشاكل خالص في الموضوع ده وأطفال تانية تعرق بشكل واضح جدا وده بيحصل يعني تحديدا زي بعض الأطفال أثناء الرضاعة على فكرة الرضاعة يا جماعة مجهود بالنسبة للطفل يعني أنتم ممكن تفتكروا أنه هو إيه المجهود في اللي بيحصل ده لكن الأمر الواقع بقى أن الطفل اللي عمره أيام أو أسابيع أو حتى شهور قليلة بيحصل على لبن الرضاعة ده لبن الرضاعة ده على فكرة في الأول بيكون قطرات كده يعني بيكون كمية قليلة جدا بيزيد مع انتظام عملية الرضاعة المنظومة دي كلها منظومة بتستدعي بزل مجهود بالنسبة للطفل خلاص فده بيكون سبب أن بعض الأطفال بتعرق لكن برضو في عوامل أو أسباب تانية تخلي الطفل يعرق بشكل كبير بعيدا عن نشاط الغدد العرقية وعدم استقرارها يعني عنده زي إيه؟ زي الدفء الزائد أثناء الرضاعة يعني إيه الدفء الزائد؟ يعني بطريقة أخرى أو بأخرى يعني التصاق الطفل بالأم التصاق شديد أثناء الرضاعة هقولكه قصدي في أمهات أثناء عملية الرضاعة ما بتكونش منتبهة يعني طبعا حاجة عظيمة وحاجة جميلة وحاجة محبوبة جدا ومحمودة جدا من الأم إن الأم تكون حضنة الطفل لأنها في وضع الرضاعة لو خدتوا بالكو وضع الرضاعة هو وضع فيه حضن شوي يعني هي بتبقى واخدة الطفل كده ومحوطة وحضنة علشان يرضع بس في بعض الأمهات الموضوع بيفلت منهم شوي يعني بيزيد منهم شوي فتلاقيهم لزقين الطفل فيه يعني الطفل بيكون لازق حرفيا في ثدي الأم أو في صدر الأم فده ممكن يكون سبب يعني واضح جدا أو سبب مقبول جدا إن الطفل ده يعرق نتيجة عملية الالتصاق دي بخلاف طبعا مجهود الرضاعة للسه بنقولكو عليه ممكن من الأسباب التانية اللي تخلي الطفل يرضع اللي تخلي الطفل قصدي يزيد العرق عنده بعيدا عن عدم انتظام نشاط الغدد العرقية الملابس اللي بيلبسها الطفل لو الملابس دي تقيلة فيه ناس يعني بتبقى خايفة على الطفل فبتلبسوا ملابس تقيلة وده يعني سواء في الصيف أو في الشت بتزودوا يعني بيزودوا في الملابس الأخطية التقيلة لو الطفل متغطي بغطى تقيل وده على فكرة مش حلو في النوم يعني في النوم ده مش كويس وبمناسبة الملابس بيدخل فيها كمان اللي هو ايه الكلفتة بقى يعني إن الطفل يبقى غير هدومه متكلفت بحاجة تانية متكلفت ببطنية متكلفت بكذا فيه ناس كتير بتعمل الحكاية دي وطبعا يعني مرجعيتهم في ده بيكون حرصهم وخفهم على الطفل لكن احنا بننبهك وهو بنقول لكم ده غلط لأن ده ممكن يؤدي إلى زيادة إفراز العرق عند الطفل كمان نوع ملابس الطفل ممكن يكون لها عامل لو الملابس دي غير قطنية يعني لازم نكون حرصين إن الطفل يلبس ملابس قطنية أو ملابس ملكتان ده أمر ضروري جدا يا جماعة الفانيلات تبقى قطن السلوبتات أو البجمات تبقى قطن خلاص وما يكونش فيها داخل فيها مواد مصنعة اللي هي البولي إستر أو الفايبرز المصنعة والألياف المصنعة ده ده غلط جدا على الطفل سواء غلط على الجلد أو غلط على الطفل إنها بتحرر أو بتخلي إفراز العرق يزيد تمام؟ برضو في فصل الشتة فيه برضو مؤخرا كده طلع حاجة بيلبسوها لأطفال بيسموها ثيرمل أو اللي هي باللفز الدارج أو الشعبي يقولوا بنلبسوا الدفاية فده برضو غلط لأن دي الحاجات دي اتعاملت في بلاد تانية أو لأغراض تانية أو يعني قصدي في بلاد تانية بتكون درجات الحرارة عندهم باردة جدا ففهمين قصدي إنما إحنا عندنا لأ برضو بيبقى الجو معقول يعني أو على الأقل مهما بلغت درجات البرودة ما بتكونش زي بلاد تانية فإحنا مش المفروض بقى إن إحنا ناخد الحاجات دي وسواء زي ما هي كده من بره ونستخدمها أو ناس يجوا يصنعوها هنا وطبعا بيبقى الغرض هو التدفئة لكن التدفئة الزائدة دي بتبقى غلط تمام؟